قد يقول قائل طيب الآن نحن قد نرى من ما يسمى بالسعودية وهذه الحكومة المتجبرة الظالمة الكل متفق على ذلك أنها ماذا تبدي تسامحا أو تبدي مثلا تودد للشيعة كما هو حال الآن سوف نشرح بعد قليل أكثر نقول لا تنخدعوا أبدا فهذه الأمور قد مرت علينا مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا الحكومات الموجودة في المنطقة ليس آل سعود فقط حتى آل خليفة حتى حكومة قطر حكومة الإماء كلهم قد مرت عليهم حقب تاريخية زمنية حاولوا المصالحة مع الشيعة وأبدوا الندم أبدوا الندم يعني في البحرين في أحداث عندما أتى في بداية الألفين عندما أتى حمد بن آل خليفة وقع ميثاقا مع أهل البحرين وشيعة البحرين وحملوه حملوه بسيارته هذه السيارة الجيب حملوها في سترة منطقة سترة وتعرفون الشيعة طيبين وهم يلعبون على هذا الوتر الآن على طيبة الشيعة طيبة قلوب الشيعة وما الذي حصل بعده هذا الميثاق المشؤوم قتل في البحرين وسجن وعذب وهتك أضعاف أضعاف مضاعفة ما كان من قبل هذا لعهد قريب الآن أنا أضرب لكم مثل فقط وإلا كانت هذه على حقب تاريخية موجودة منذ 1920 عندما دخل العدو الخليفي إلى هذه المنطقة في البحرين وحكم وكذلك آل سعود كانت لهم مواقف مع القطيف ووجهاء القطيف وكذا وتسامحات ولكن كل هذه التجارب علمتنا أنهم بعد ذلك يغدرون يغدرون لا يلتزمون بالمواثيق أبداً لا يلتزمون بالمواثيق فيجب علينا أن لا ننخدع لا ننخدع السياسة لا دين لها تتغير مواقفهم من حال إلى حال في غمضة عين ترجمة نانسي قنقر